ولتسليط الضوء أكثر على حملة أنقذ مرضى السرطان التي تقوم بها المؤسسات والهيئات والناشطون السوريون لدعم مرضى السرطان في شمال غرب البلاد معنا منها طاي الإعلامي السوري السيد مصطفى النعيمي مرحبا بك معنا تحياتي لك أستاذ يونس تحياتي لأستاذ المشاهدين الكرام مرحبا بكم هل لا حدثتنا أكثر عن واقع مرضى السرطان شمال البلاد والذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع المأساوي نعم لا شك أن الحملات الجوية التي تقودها روسيا والنظام السوري أدت إلى تلك الحالات وارتفاع مستوى تلك الحالات مبنيا على استمرار الحرب السورية فما زال النظام السوري موجود في دمشق وما زال يمسك بالحل السياسي يعطل الحل السياسي عفوا وبالتالي نتائج ربما قد يرتفع تلك الأرقام نظرا لوجود الكثير من المصابين وإصابات مختلفة الكثير تعرض لغازات سامة وكذلك أيضا بعض منهم تعرض إلى بعض القذائف الصاروخية المحملة بالمواد السامة التي أدت إلى تلك الحالات وهناك تشوه بالأجنة بعض الأجنة وهناك تشوه نتيجة لاستخدام تلك الأسلحة وبالتالي أعتقد بأن الحل الأساسي هو يكمن في وقف آلة النظام السوري وآلة كل من يستخدم الآلة العسكرية التي استخدم ضد الشعب السوري وبالتالي في حال حصول تلك القدرة السياسية على إيقاف آلة القتل الأسادية وما يتبعها من أدوات ربما قد ينتهي استمرار واستنزاف هؤلاء المدنيين متواجدين في هذه المناطق وبالعودة إلى حجم الكارثة أعتقد بأن الرقم ما زال يرتفع تدريجيا نظرا لأن هناك تعطيل لسبب الكارثة التي ألمت بالداخل السوري وكذلك أيضا في جنوب تركيا هناك الكثير من الحالات كانت تتلقى العلاج في المشافي التركية وهناك أيضا ارتفاع لعدد ومنسوب هذه الحالات المشافي التركية ربما لا تكفي لمعالجة هؤلاء كذلك أيضا الجهود الأممية حتى هذه اللحظة لا توجد هناك جهود أممية بهذا الخصوص ربما المنظومة الدولية برمتها تنصلت من أداء واجباتها الإنسانية تجاه هؤلاء المصابون كذلك أيضا هناك حملات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهناك الكثير من النشاطاء والمؤثرين في تلك الدول يقومون بتسليط الضوء على هذه الأمراض الخطيرة التي ألمت بشعب السوري وكذلك أيضا من أجل إيجاد البدائل من أجل إنشاء مشافي في الداخل السوري ربما لو وجدت هذه المشافي ربما قد تخفف من الحالات وربما قد تنتهي تلك الحالات نظر لوجود سهولة في التعامل معها فلا تحتاج من أجل ذلك تنسيق ما بين جانبين وأنا أتحدث عن دولتين عندما يخرج المواطن السوري أو المصاب السوري من داخل أراضي السوري باتجاه الأراضي التركية هناك مسافات كبيرة يقطعها باتجاه مدينة أضنى على سبيل المثال ويحتاج أوراق ثبوتية وهناك صعوبات كبيرة فيما لو كان عند أهله ربما تكون المصاعب أقل نظر للوجود أيضا مرافقين له وكذلك أيضا من الممكن أن يكون هناك سهولة في تحرك هؤلاء المتواجدين على الشريط الحدودي وهناك أحدث عن قرابة ثمانية ملايين متواجدين هم ضمن تلك الجغرافة التي تتعرض وازالت تتعرض لأسلحة مختلفة من قبل النظام السوري هذه العمليات العسكرية والأسلحة المختلفة في زيادة أعداد المصابين بالسرطان وخاصة في صفوف الأطفال وصغار السن نعم ربما هذه الإصابات كانت لذويهم وهنا أتحدث عن أمهاتهم وكذلك أيضا أبائهم يعني هذه الآثار لن نرى نتائجها مباشرة وإنما في الأجيال القادمة وهناك الكثير من الأجنة قد أصيبت نظرا لأنه ما زالت حتى هذه اللحظة هناك الكثير من الغازات السامة التي يطلقها النظام السوري على سبيل مثال الحصر غاز السرين الذي ضرب الغوطة الشرقية والذي راحض حياته قرابة 1400 شهيد في ساعة واحدة ما زالت أثارها حتى هذه اللحظة هناك الكثير من الذين نجوا واتجهوا باتجاه المنطقة الشمالية من شمال غرب سوريا ما زالهم متواجدين لكن يعانون من أمراض ويعانون من ارتدادات تلك الأمراض ربما هي لن تؤثر على هؤلاء الذين نجوا لكن عمليا تؤثر على الأمهات كذلك تؤثر على أطفال بوجه التحديد لو جرينا مقاربة بسيطة فالغالبية العظمى من هؤلاء هم من الأطفال نظرا لاستمرار استنشاق هذه الغازات من قبل ذويهم نعم إلى أي مدى بأت مهما توجيه أنظار العالم أكثر للشمال السوري والبدء في عملية تنمية ولسيما في القطاع الصحي نعم هناك العديد من القطاعات الصحية وأنا أتحدث عن المشافر الرئيسية كذلك أيضا نقاط الطبية التي ما زالت تتعرض وهناك تواطئ روسي واضح بأنه قد حصل على مناطق أو الأماكن التي تدواجد فيها تلك المستشفيات وحتى المستشفيات الميدانية من قبل الأمم المتحدة كي يتجنب ضربها لكن حقيقة الأمر بعد أن حصل على تلك المعلومات كانت هناك غارات جوية موجهة إلى تلك المناطق المراكز الطبية كذلك أيضا إلى المدارس وغيرها وبالتالي استمرار تلك الغارات يؤدي بشكل أو بآخر عمليا في زيادة منسوب الإصابات كذلك أيضا عدم وجود حل سياسي حقيقي يحفظ لمن تبقوا على قيد الحياة الاستمرارية في الحياة يتطلب أيضا جهد أممي وجهد دولي تجاه هذه تنفيذ مقرارات مجلس الأمن وهنا أتحدث عن قرار مجلس الأمن 2-2-5-4 المعني بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وما زال النظام السوري الآن يحاول أو يفتح مسارات متعددة من أجل استثماره أقصى جاذي باتجاه تعطيل هذه الحلول كذلك أيضا منظومة دولية ربما تصلت الضوء على هذه المأساة الحقيقية هناك الأمم المتحدة هناك أيضا منظمة السامية لشؤون اللاجئين هناك أيضا معانيين الذين زاروا وعينوا بأم أعينهم ما يحصل في الداخل السوري سواء من خلال ارتدادات كارثة الزلزال وتداعياتها أو حتى كارثة السرطان هنا أتحدث عن كارثة حقيقية وما زالت الأرقام ترتفع إن لم يوجد هناك حل حقيقي وتقف تلك الدول عند مسؤوليات هنا أتحدث عن اتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأكثر تأثيرا من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام السوري لأسيما الأسلحة البيولوجية بوجه التحديد نعود لما بدأنا بالحديث عنه حول حملة أنقذ مرضى السرطان إلى أي مدى ساهمت هذه الحملة في تحريك هذا الملف وفي تسليط الأضواء مجددا على معاناة مرضى السرطان هناك نعم لا شك أنها سلطت الأضواء بشكل كبير لربما حتى في دول الاتحاد الأوروبي هناك حياني هناك الكثير من النشاطاء يصلون إلى مقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمنظمات الطبية ووجهون الكثير من الرسائل من أجل الوقوف عند مسؤوليات وتحميلهم مسؤولية كاملة تجاه ما يحصل في الداخل السوري وتجاه ما استمرارية استنزاف الشعب السوري وارتفاع عدد الضحايا مرضى السرطان كذلك أيضا في الولايات المتحدة هناك الكثير من المتواجدين هنا نتحدث عن السوريين المتواجدين في تلك الدول الذين يقومون بالضغط على هذه الدول بشكل مباشر كذلك أيضا ربما هناك الكثير منهم من الذين يعملون في سلك الدول يعني ربما هناك وزراء من الذين قد منحوا جنسية تلك الدول يقومون بأيضا بتسليط الأضواء وممارسة ضغوط القصوى تجاه هذه الدول من أجل تسليط الضوء مجددا على هذه الكارثة من أجل وقوف والحلولة دون ارتفاع تلك الأرقام المأساوية التي باتت يتهدد الكثير من المتواجدين يعني عندما نتحدث عن 3200 ربما قد يكون هناك رقم مضاعفا إن استمرت هذه الحرب وعمليا إن لم تقف تلك الحرب أعتقد بأن الأرقام مرشحة للارتفاع بشكل مستمر أشكرك جزيلا سيد مصطفى النعيمي كنت معنا من هاتاي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر